مرحبا كيفكم تفضلوا مع فنجان قهوة اليوم بدنا نعمل وصفي كتير كتير طيبي من المطبخ الفلسطيني هي عبارة عن سيفري رولز او رولات مالحة بحشوات مختلفة هالوصفي كتير كتير طيبي مع انا بحبها مع الاهوة انا بحبش الحلو بحب الموالح او كمان لزوادي للاطفال اللي يخدوها عالمدارس او كمان برضو بتنفع للفطور الوصف من المطبخ الفلسطيني والسوروي لبناني طبعا اللي انا جاي منه يريت نحضر الفيديو للاخر عشان انا دايما بعطي ملاحظات وهاي الملاحظات كتير بتفيدنا بعطيها بناء انا عدي راسي يريت يريت اذا بعجبكو وصفاتي تدعموني وتعملولي لايك سبسكرايب وتفعيل طبعا الجرس حتى يصلكوا كل جديد وشكرا لكم يلا نبلش زي ما تعودنا مع بعض احنا دايما لما عندنا عجين وعندنا خميري منبلش بتحضير الخميري الحليب هذا دافي حبيبي انا استخدمت حليب دافي عندي هون معلقة خمير صغيري خميرة الكعك بيكين باودر ومعلقة كبيرة سكر معلقة كبيرة خميرة فورية ليش استعملت البيكين باودر لانه البيكين باودر ما بتحطوها على المي دافي دغر بتعمل فوارة فراث فبتساعد على الخميري وبرضو بعمل العجين بعمله لفتنج برفعه بفخفه بترا مما انه احنا ما بدنا ياته خبز بدنا ياته يكون شوي طري مثل بريوش بس هذا مش عجين حلو هذا مالح فعشانيك حطيت انا البيكين باودر مغطي وبتركه يخمر طيب هون انا زيت الخميرة بخلطها منيح منيح مع لطحين ما حطيش ملح الملح اخر شي لانه الملح بعوق وباخر فعالية الخميرة فبليز ما حدا يحطها بالاول فهون انا حطيت الزيت زيت زتون طبعا انا مستعملي بما انه وصفة فلسطينية وسورية المطبخ احنا معرفين نستعمل زيت الزتون المي برضو دافي من الحنفية مش مغلية لانه المي المغلية بتؤتل الخميرة فالبكتيريا بتعودش تشتغل بعد ما انا خلطته كله مع بعض منزيد الملح قديش المي حسب احتياج لدي حسب نسبة البروتين احتياج لدي حسب نسبة البروتين احتياج لدي حسب نسبة البروتين عندنا بعد نص ساعة بعد ما غطيتها وحطيت الزيت بطلع الهوى منها بعود بغطيها كمان مرة لأربعين دقيقة بعد أربعين دقيقة شوفوا كيف صارت منطلعها ومنقطعها هلأ احنا ممكن نعمل رول بحجم صغير لسناكس لمزي اذا انت بالليل قاعد انت جوزك نعمل ولاد كنت اخذك شوية مزي مع الجنات صغيرة ما تخافيش انك انت تنصحي تعمليها رول بهذا الحجم بينما اذا احنا بدنا لسن ويتشات اولى الفطور انا باخد ثلاثة من هذا البول مع بعض وبعملهن رول منغطيها ومنتركها تخمر منيح 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 لما نيجي نروق اذا ما فردت معانا معناته هيبش مرتاحة بغطيها وبعدين بعود بروقها ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجبني هيك بتعطين زي البيتزا بتصير تشد الزعتر الجبني اللي انا استعملتها هي الموت سرلة زي ما انت شايفين لان هي بطبيعتها جبني مططية لما بتتعرض للحرارة والولاد بحبوا هذا المنظر هلأ خلصت الرول بما انه عجنتنا تخمرت منيح وانا ما استعجلت لا اشتغلت فيها كتير مهم بعد ما نقطع انا اسف ان سيت اقولكم تتركوها ترتاح كل ما ارتحت العجينة كل ما كان اسهل النا ودائما نشطل على السطح عليه طحين وممكن تدهنوا الصونية بزيت او بطحين انا بفضل طحين لانه العجينة هي نفسها فيها زيت ومن صف الرول حط بعضها خلوا تقريبا اصبع بين الرول والتاني حتى ما يخرب حجمة او شكلها بعد الخبيز انا هون كلا يعني استعملت كان فيه فراغ بس بفضل للمرة الجاي اعمل فراغ اكتر حتى يطلع شكلها احلى واحلى هلأ هون عندي حشوة تاني زيت زتون مع جبني بيضة قديمة كتير كتير طيبة ورح احط معاها الزتون الزتون اسود ممكن تحطو زتون اخضر ممكن تحطو نعنى ممكن تحطو بقدونس اشتركوا في القناة سكرتها طبعا منيح منيح حتى ما تفتح معاي بالخبيز بقيم لطراف برضو بسهل علي على الوحدة المقاس انا تقريبا الحجم اللي بعمل حوالي 2 سنتي ممكن تعمل 2 سنتي ونص أو 3 كتير كتير مهم انه العجينة تكون مرتاحة وإلا بتغلبنا بالرأ اذا اجيت ترقي وحسيت العجينة مش عم تفرد بسهولة معناته لازم ترتاح كمان اعطيها كمان 10 دقايق وجربة هلأ انا نعمل الحشوة الثالثة تعال نشوف الحشوة الثالثة هي بيتزا انا جبت السلسة انا بعملها طبعا هو عصير الطماطم مع بصل مبشور ناعم خفيف ما تكتروش البصل مع توم بودرة مع اوريجانو ملح وفلفل على النار لحديدة ما يتقل لازم السوس يكون مطبوخ ما تحطوه ني لانه نسبة المي بتكون عالي فبتاعتها بالتالي العجينة بتعجن بترط بتعودش تستوي ديروا بالكو اوكي بعكس الزيت الزيت هناك دغري يعني بيفوت بالعجين وبنتبخ بتصير تقرمش بينما هون المي اذا ما تصفت ما تبخرت بالسوس العجينة بتعجن تكون اكساسف ووتر او زيادة سوائل حطيت طبعا موزاريلا موزاريلا تشيز ممكن انتو تحطوا اكتر من نوع جبني اللي انتو بتحبوه ومنبلاش نلفها وبعدين منقطعها اشتركوا في القناة طيب بعد ما قطعتن حطيتن برضو دول بصونية بايريكس وغطيتن تركتن يخمروا كل مع بعض حوالى على القليلين نصة على ضعف وحجم ممكن ياخد اكتر حسب الجو هاي بعد ما خمروا حطيتن بفرن هاي هوني بالفرن محمى سابقا على درجة حرارة 180 لحديدة مشقره هذا حجم تاني انا كنت عاملته حجم صغير بصونية تاني هاي للمتلا اجع بالنا بالليل تسالي كتير كتير طيبة جربوها وشكرا لكم